البند الثالث عشر الشورى الشورى مهمة جدا في حياة المسلمين الشورى تعني العدل لأنه لا أحد يسيطر على أحد ولا أحد يفرض نفسه على أحد إنما الناس يتشاورون فيما بينهم في الأمور التفصيلية وفي اختيار حكامهم وفي اختيار أئمتهم عبر الشورى الاستبداد يؤدي إلى التفرق والنزاع والحل بممارسة الشورى والله سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا الشورى في الإسلام أو الديمقراطية الإسلامية ليست كالديمقراطية الغربية القائمة على عبادة المال والجشع الرأسمالي والتكالب على الدنيا وإنما هي تقوم على عبادة الله تعالى وعلى الصلاة والزكاة وإتاء الزكاة أيضا إتاء الزكاة دائما وأيضا الشورى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم هناك تلازم بين هذه الأمور أنه في جو من عبادة الله تعالى والاستجابة لأحكام الله ولأوامر الله تعالى وأيضا إقامة الصلاة وأيضا ممارسة الشورى ومما رزقناهم ينفقون لاحظوا هنا هذا مسألة مهمة جدا في الديمقراطية الإسلامية أنها لا تقوم على عبادة المال وإنما على إنفاق المال ومما رزقناهم ينفقون في هذه الحالة الحياة الإسلامية السياسية والاقتصادية تكون متداخلة مع عبادة الله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكر على الله فهذه آيات تؤكد على الشورى بملامح إسلامية خاصة في الحقيقة تبني الحضارة الإسلامية